السلام عليكم طلب الطالبات الصف الثالث الهدادي نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جن الوحدة السبعة الدرس الثالث والرابع. زي ما تعودنا يا شباب بنبدأ مع بعض بسؤال قطعة. بيجيب لي قطعة صغيرة كده واراه على مهلي وترجمها. اهم حاجة ان انا اترجم الكلمات اللي فوق دي لاني هبدأ اختار منها في النواط اللي موجودة في القطعة. طيب نبدأ مع بعض هنا بيقولين نواط فروم منصورة ينوفيرسي اللي هي جامعة المنصورة. بيقولك مين بقى من جامعة المنصورة نواط فاوند اوت افوسل. يعني عايز يقولك اكتشف حفرية. طبعا الشباب اللي بيكتشف او يجد حفرية اللي هو علماء. طبع كلمة علماء اللي هي ساينتست. يبقى عايز يقولك علماء من جامعة المنصورة وجدوا او اكتشف. يبقى رقم واحد هتبقى ساينتستس. اللي هم العلماء. ما لهم بقى واعز يقولك وجدوا حفرية. طبعا هزبط الزمن بتاعي هنا العلماء دي اصلا جمع فيسبق كلمة يبقى هنا شباب هقول له فعند عايز يقول لك يعني اكتشفوا حفرية لنوع جديد او فصيلة جديدة من الديناسورات. طيب انا عندي كلمة جديدة علي في تلتة عددى لازم احفظها جدا اللي هي كلمة فصائل كلمة يبقى عايز يقول لك هنا اللي هي اكتشفوا يعني حفرية لفصائل جديدة من الديناسورات. يبقى الرقم رقم تلاتة هتبقي اللي هي معناها فصائل. اهم حاجة وانت بتحلل السؤال ده انك تاخد وقتك في قرية القطع. الحاجة التانية انك تكون بترجم الكلمات كلها وكاتب كل كلمة كده ترجمتها عليها عشان تعرف تختار. طيب نرجع للقطع بتاعتنا تاني بيقول لي بعد كده ده الديناسور اللي هو ديناسور وابدأ يقول لي بعد كده وابدأ يكمل بقى هنا بيقول لي الوزن بتاعه وبيقول لي الطول. طيب هنا يا شباب في الطول بستخدم كلمة عندي اللي هي كلمة ready. طيب نرجع مع بعض كده اول واحد عندي كلمة الا العلماء. رقم اتنين عندي كلمة هاف. رقم تلاتة عندي اللي هي كلمة they have. الواحدUession tipo their species hablando اللي هي الفصائل. بعد كده رقم اربعة اللي هي كلمة linknelle. السؤال اللي بعده هو سؤال الاختياري. خلي بالك هنا رقم واحد بقول لي and what is the land that is blew the area around it. خلي بالك التعريف ده كده موجود في الكتاب هو تعريف المنخفض زي منخفض الفيوم او منخفض الخطارة او كده. المنخفض عندي يا شباب اللي هو كلمة يبقى عندي الاختيار الرقم بيه اللي هو كلمة يعني معناها منخفض. عندنا القطع عن منخفض الفيوم. السؤال اللي بعده بيقولينا if you not someone will you are nice to them. طبعا ده تعريف مهم برضو بيقولك لو انت عاملت شخص مهين كويس يبقى انت بتعمله بلطف اللي هي كلمة يعني يعامل. السؤال اللي بعده بيقولي ده كلمة اللي هي معناها مضاد او عكس. بيقولك مضاد او عكس كلمة remote is a. لازم يكون حافظة كلمة اي. كلمة دي معناها بعيد. طبعا كلمة بعيد دي عكسها قريب اللي هي كلمة near. سؤال اللي بعده بيقولي زا سنانيم. خلي بالك سنانيم دي اللي هي مراضف او معنى يعني بيقولك مراضف كلمة kind. كلمة kind دي بتسوي كلمة ايه? طبعا kind يا شباب اللي هي معناها طيب او عطوف بتسوي كلمة friendly. اللي هي برضو عطوف او ودود. يبقى kind is friendly. المراضف بتاحها يعني. اللي ينام فيها شباب اسمه staple. يبقى هنا بيسألك عن staple اللي هو stoplian. السؤال اللي بعده the noun can be formed from the verb pollute اللي هو الفعل pollute. ده لما اضف له suffix. طبعا ما اضف له ايه في الاخر كده يا شباب هتحول معي الى pollution اللي هو التلوث. ليه i o m. يبقى ده يا شباب بتحط في الاخر يخليه التلوث. السؤال اللي بعده we change the verb preserve. طبعا كلمة preserve اللي هتحط لها دي في الاخر هتتحول الى الصفة اللي هي يا شباب اللي نضف لها دي. فهتبقى كلمة preserved. السؤال اللي بعده كده بيقول لي a not is a group of animals. منتنوعة من الحيوانات plants او نباتات او birds او الطيور of the same kind. خلي بالك دي مهمة بقى لها نفس النوع. تبقى هي يا شباب تبقى فصيلة. تبقى كلمة فصائل اللي هي species. السؤال اللي بعده كده بيقول لي this area is wet. it's not a. خلي ما اناك عايز عكسها بيقول لك هذه المنطقة بتكون رطبة. يبقى هي مش ايه? اكيد هي مش جافة. كلمة جافة اللي هي اضراعي. سؤال اللي بعده and what is something that people travel? بعد كي يقول لك that is pulled by a horse. ايهو اللي بيتجرر بالحصان وممكن الناس يسافر عبره او من خلاله. طبعا شباب ده اسمه carriage اللي هي عربة يجرها الحصان. يبقى كلمة carriage. الصبح اللي بعد كده نكمل مبعد برضو بتبدأ معي بسؤال تكملة القطع زي ما اتفقنا يا شباب انا بقرا القطع ديها على مهلي. وترجم الكلمات اللي فيه دي. ومن خلال الترجمة دي بابدأ اختاره وحط في النقط اللي موجود عندي. هنا بقول لي the great note of china is an ancient wonder. خلي بالك بيتكلم هنا عن صور الصين العظيم بيقولك ان هو واحد من العجائب القديمة في الصين. طبعا صور اوهاد يا شباب اللي هي كلمة wall. يبقى نمرة واحد هحط فيها wall. بعد كده بيقول لي they not building it in 1878. خلي بالك برضو هنا بيتكلم بيقولك هما انتهوا من بنائه في سنة 1878. طيب انتهى في الماضي اللي هي كلمة finish. كل عليا الفعل فيه ينتهي هضف له e d عشان يتحول معايا للماضي. يبقى اختار الماضي يا شباب لان هنا الحاجة دي خلصة. طيب اهم حاجة وانت بتحل السؤال ده خلي بالك انك تترجم الكلمات اللي فوق دي على قد ما تقدر. ولو فيه كلمة وانت بتحل فيه القطعة وقفت معاك حاول تعديها او تخمنها متوقفش عليها. لو قفت عليها هتغلط. حاول تخمن اعرب معنى لها وتكمل. نرجع بقى القطعة بتاعتنا تاني هنا بيقول لي they built it to not the north of the empire of china. خلي بالك هنا بيقولك السبب بقى ان هما بنوا الصور ده. بيقولك هما بنوا ليه? طبعا ليحمي الصين. طبعا كلمة يحمي اللي هي protect. يبقى الاختيار رقم ثلاثة هكتب فيه كلمة ايها شباب كلمة protect. يبقى they built it to protect. بعد كده شباب بيبدا يكلمني بقى عن مقاسات الصور. الطول بتاعه والعرض. فعندي كلمة long. تستخدم مع الطول الافقي. يعني لو الطريق او صور. اما كلمة tall. تستخدم مع الطول الرأسي. فانا رقم اربعة هتبقى كلمة long. رجع معك عليهم تاني. اول واحد عندي هتبقى كلمة wall. نمبر تو عندي هتبقى finished. نمبر ثري هتبقى protect. بعد كده اخر حاجة رقم اربعة هتبقى long. سؤال اللي بعده نبدأ نكمل مع بعض سؤال اختياري هنا بيقول لي and what is the remains of animals or plants that lived in the past. خلي بالك طبعا البقايا للحيوانات والنباتات اللي كانت بتعيش في الماضي دي يا شباب اسمها الحفرية. ده تعريف الحفرية. حفرية اللي هي كلمة fossil. السؤال اللي بعده بيقولينا to get the opposite. عشان تحصل على عكس of happy. كلمة اللي هي سعيد. we add the prefix. prefix دي بيضاء في بادئة الكلمة. بادئة كده بتحولي الكلمة العكسة اللي هي un. happy عكسها unhappy غير سعيد. بعد كده بيقولي the word species is similar in meaning to the word. الكلمة species اللي هي فصائل. الكلمة دي متشابهة مع kinds اللي هي أنواع. السؤال اللي بعده بيقولي we can change the verb cover to give the meaning as find out. خلي بالك cover ده ممكن يديني نفس معنى find out. اللي هو يجد او يكتشف. كل اللي يعنينا هنضف له prefix اللي هي شباب نضف له بادئة للكلمة اللي هي dis عشان يبقى discover. معنى يكتشف برضه. السؤال اللي بعده football is a popular sport. طبعا كل القدم رياضة محبوبة وشائعة. ويقولك ان the antinum of popular. عكس كلمة popular اللي هي شائع. طبعا عكسها يا شباب كلمة غير شائع. كلمة غير شائع عندي اللي هي uncommon. كلمة common اصلا معناها شائع. وطلع you in في الاول تبقى غير شائع. دي عكس popular. السؤال اللي بعده بيقولينا I read an amazing story. amazing story. بيقولي the antinum of amazing type. عكس بقى مضاد كلمة amazing. amazing اللي هي مذهل او مدهش حي كويسة. طبعا عكسها حاجة فضيعة او سيئة اللي هي كلمة terrible. يبقى شباب عكس amazing terrible. السؤال اللي بعده بيقولي I want to live on a remote island. I'd like to live not from people. خلي بالك عايز يعيش بعيد في جزيرة. يبقى هو اكيد عايز يعيش بعيد من الناس. بعيد اللي هي far from. نفس المعنى. السؤال اللي بعده بيقولي he chose to join the company as a market research. خلي بالك كلمة researcher دي اصلا هي عبارة عن الشخص اللي بيبحث. يبحث اسمها do research. طيب هنا بيقولي عندي كلمة does. فقاله does research. السؤال اللي بعده بيقولي هنا which of the following prefixes gives the opposite. خلي بالك اي هي بقى البادئة اللي بتديني عكس الكلمة. عندي بادئة بتديني عكس الكلمة يا شباب. اللي هي عبارة عن i in. ممكن اعكس بها اي كلمة. والun. الاثنين مع بعض. يبقى الاختيار رقم b والاختيار رقم c. يبقى هنا يا شباب هاختر رقم d. اللي هو المسيكل الاختيارين مع بعض. اللي هو b or c. السؤال اللي بعده كده بيقولي the suffix a الختمة اللي بحطها للكلمة. بتحول الصفة into an adverb. تحول الصفة لحال. طبعا اللي بحاول الصفة لحال ان انا اخط في اخر الكلمة ال y. يبقى هنا يا شباب كلمة ال y. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض برضو بتبدأ معها بسؤال تكملة القطعة. خلي بالك بيجيب لك قطعة صغيرة كده فيها فراغات بتبدأ تكملها من الكلمات اللي موجودة فوق لي. نبدأ مع بعض هنا بقولي white rhinos اللي هو حيوان ده حيوان شبه الفيرة كده. بقولي are the second largest land animals. خلي بالك ده تاني اكبر حيوان بعد الفيرة. بقولي they not in two different areas in Africa. خلي بالك برضو عايز يقولك يعني ان الحيوانات دي عايز يقولك اكتشفت او وجدت في منطقتين مختلفين في افريقيا. طبعا شباب عايز هنا مبني للمجهول. يبقى are والفعل فيه التصريف الثالث اللي هو found. هنا اقولك are found يعني وجده في افريقيا. بعد كده شباب بقولي in eighteen ninety five. about one hundred animals حوالي ميت حيوان. where not in south africa. خلي بالك بقى حوالي ميت حيوان برضو مبني المجهول. where هي وراه فعل فيه التصريف الثالث. اللي يبقى عندي هنا اللي هي كلمة discovered. اللي هي حوالي ميت حيوان اكتشفوه. نفس المعنى طبعا. يبقى عايز مبني المجهول يا شباب. يبقى where والتصريف الثالث. الو discovered. في جنوب افريقيا. بعد كده شباب بيقولي حوالي. عايز اقولك حوالي او تقريبا. eighteen thousand animals. يعني هنا عايز اقول تقريبا او حوالي تمنتاشر الف حيوان. يبقى شباب حوالي اللي هي كلمة around. يبقى هطلع معايا كده الفوق. واختار كلمة around. خلي مالك بقى وانت بتحل لازم تكون مترجم الكلمات دي كلها علشان تبدأ تختارها. يبقى رقم ثلاثة عنده يا شباب اللي هي كلمة around. بعد كده بيقولي هنا. they are the only of the five rhino that are not endangered. هل بقى لك endangered يعني مهددة بالانقراض. ليست مهددة بالانقراض. يبقى هنا يا شباب عايز يتكلم فيه ان هو يعني يقولك ان الحيوانات دي species يعني فصائل. يبقى كلمة species يعني فصائل. عندي خمس فصائل بس هم اللي مش مهددين بالانقراض. يبقى اول واحدة عندي اللي هي are found. number two عندي discovered. number three around. number four عندي الهيكم species يعني فصائل. بعد كده شباب ببدأ احل السؤال البعده هو سؤال correct. خلي بالك correct عندي بتكلم عن المبنين المجهول في الزمن الماضي البصل. بيقولي هنا. we don't know how the stones for the pyramids. خلي بالك بتكلم عن احجار الاهرامات. كل اللي علي هنا جايب لي الفعل في تصريف الثالث بعد was. لا انا عندي pyramids وعندي stones. دي اصلا جمع. هنا المفعول به او ناب الفعل وهو stones. يبقى استخدم where مش was. اركز كده وانا بحل. الجملة دي اصلا مبنين المجهول عند الفعل في تصريف الثالث يجب لها was او where. طيب الفعل جمع يبقى استخدم where. بعد كده يبقى استخدم where. الهول برضو نفس الكلام was making تنفع. لا was where بيقى وراهم الفعل في past participle. past participle اللي هو تصريف الثالث. فاقول له هنا تصريف الثالث من make اللي هو made. فاينو هيقول له was made. السؤال اللي بعد كده بيقول لي that first. بعد كده نفس الكلام الشباب. was where بيقى وراهم الفعل في التصريف الثالث. ما ينفعش ابدا الفعل هي مضف له ing. طيب تصريف الثالث من build. هي هي بس بخلي ddt تبقى t. هدى يبقى اسمها build. يبقى was built. اللي هي معناها bunny. السؤال اللي بعده. the wild animals. اللي هي معناها الحيوانات البرية. not killed to many yesterday. خلي بالك جملة دي اصلا جملة معلوم في زمن الماضي البسيط. لانا بيقول له الحيوانات دي هي اللي قتلت رجلين مبارح. يبقى دي جملة مبنية للمعلوم. معلوم يبقى الفعل في الماضي حادي. ماضي من kill ضيف له ed. دي فعله منتظم. يبقى اختار killed. السؤال اللي بعد كده. بيقول لي there but not was. بيقول لي not made by them. خلي بالك دي جملة المبنية للمجهول. بس كل اللي علي ان انا عندي دي جمعة. يبقى هنا ما نفعش نستخدم was. انا عندي where not. مبنى المجهول منفي. اقول where not لان الفعل عندي جمعة. السؤال اللي بعده. where corrected not with. لا ما نفعش with. انا عندي المبنى المجهول باستخدم حاجة اسمها by. بواسطة المدرس. يعني الاخطاء صحيحة بواسطة المدرس. يبقى buy the teacher. اللي بعد كده بيقول لي who was thick book. نقط. وجب لي writing by. برضو ده سؤال في المبنى المجهول. عندي was. يبقى هنا شباب عايز الفعل فيه التصريف التالت. التصريف التالت من write. اللي هو يكتب. طبعا اسمه written. يبقى هنا على مهل كده. وابدأ اختار تصريفات الافعال من الورقة اللي انا حطها لك في وصف الفيديو. السؤال اللي بعده. when was this museum. طبعا برضو نفس الكلام. مبنى المجهول. عشان نستخدم build. عايز التصريف التالت. زي ما اندفعنا اسمه build. السؤال اللي بعد كده. really these trees. اللي بقى لك دي جامعة. plant not buy clever school boys. خلي بالك بقى ده مبنى المجهول. والفعل عندي او نائب الفعل جامعة. يبقى هناك كلمة plant. عايز عابلها where. وحط الفعل في التصريف التالت. اللي هو planted. ده فعل منتظم. بس يحط له ed في الاخر. السؤال اللي بعده. هنا بقول لي the kids. اللي هم الاطفال. وبيقول لي not. وجيب لي كلمة drive to school. by their uncle yesterday. خلي بالك برضو الجملة دي على بعضها كده. عايز يقول لي هنا ان الاطفال. يبقى دي الجملة ديها شباب. هقول له where. where. لان طبعا مش الاطفال اللي هيقوده. خلي بالك تعرف منين بقى الجملة مبنية المجهول. لو الكلمة اللي في الاول دي اللي هي the kids. تقدر تعمل اللي بعدها. يبقى ده مبني المعلوم. لما تقدرش يبقى مجهول على طول. مجهول يبقى where. وفعل التصريف التالت. اللي سؤال اللي بعده. بقول لي هنا امريكا نقط. وجيب لي كلمة discover. باي. عايز يقول لك اكتشفت. هي امريكا هي اللي هتكتشف نفسها. ولا احنا هنكتشفها. يبقى هي اكتشفت. اكتشفت يبقى عام دي المجهول. طيب هنا امريكا يبقى was discovered. الفعل في التصريف التالت. اللي هو يا شباب لو الفعل منتظم بيكون اخره ايدي عادي. لو فعلي شاس بحفظ التصريفات منه. سؤال اللي بعده بقول لي ده فوتبول ماتش. اللي هم براد كرة القدم. was دي سهلة خلاص. قلنا was where. الفعل في التصريف التالت. ما ينفعش يجي اخره ing. طيب watch ده فعل منتظم. هاي يبقى تصريف التالت منه اخلو ايدي. بروفو عليك يبقى watch it. سؤال اللي بعده كده بيقول لي. نقط. برضو عندي باي. يبقى دي جملة مبني المجهول. طيب هنا يا شباب. عايز اقول لك يعني الازعاج والصوت ده. حدث او احدث. يبقى هنا استهدم was. والفعل في التصريف التالت من. اللي هو made. التصريفات الافعال لو تحفزت كويس. المبني المجهول بقى سهل بالنسبة لي. يبقى was made. اللي بعده يقول لي. بيسال عن حاجة يعني عايزه لك من الكسر الاساس. دي جملة في الماضي. هجيب الماضي هنا يا شباب اللي هو prog. السؤال اللي بعده. نوع did they told. اه did اصلا عايز الفعل في المصدر. ما ينفعش وراها told. ده اصلا باست بارتاسي والتصريف التالت. يبقى شوف الفعل. الفعل زي. ده جامع. ما ينفعش استخدم. يبقى هنا اقول له. عشان الفعل جامع. صفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض. برضو عندي سؤال قطع ببدأ اكملها. زي ما اتفقنا اهم حاجة ان انا اقرأ قطع كلها على مهلي. وكمان اقرأ كلمات دي وترجمها قبل ما ابدأ احد. هنا يا شباب يقول لي. يعني انا بقرأ كتاب عن عجائب الدنيا السبع. يعني واحدة من العجائب دي. اللي هو مبنى موجود في روما. طبعا الشباب عايز يقول لك واحدة من العجائب المتهشة. كلمة عجائب عندي اللي هي كلمة واندرز. يبقى الاختيار الرقم واحد ده هكتب فيه الكلمة دي اللي هي كلمة واندرز. اللي هي معناها عجائب. بقول لك هنا. نقط. خلي بالك. يبقى هنا بتكلم عن المكان بتاعه. وابص عندي في الاختيارات فوق. اللي هي معناها روما. طبعا المبنى ده شباب موجود في روما. وعليك في المنهج قطعة بتقرؤها. يبقى هنا يقول له. بعد كلمة بقول لي. خلي بالك بقى هنا عايز اقول لك. يعني هو بنيا. يبقى هنا شباب بنيا في القرن الاول. يبقى هنا كلمة. واز بيلت. يبقى رقم ثلاثة عندي هتبقى واز بيلت. لان ده مبني للمجهول. اعجب لك المبنى ده بنيا. طيب بنيا ليه بواسطة ايه بواسطة امر من الامبراطور. الامبراطور عندي اللي هو اسمه امبرور. يبقى هنا اختار رقم اربعة عندي كلمة امبرور اللي هي معناها امبراطور. اول نقطة عندي اللي هي رقم واحد كتبنا فيها كلمة واندرز. رقم اثنين كتبنا فيها كلمة روم. رقم ثلاثة واز بيلت. رقم اربعة امبرور اللي هي معناها الامبراطور. نبدأ بعد كده نخش على سؤال اكوريكت. بيقولي هنا في سؤال الاول. كايرو تاور اللي هو برج القهرة. واز نقطة واجاب لي كلمة من طفلها ما انفعش. اتفقنا ان واز يا شباب لما بتكون مبني للمجهول. بيقى وراها الفعل فيه التصريف التالت. والجملة دي واضح انها مبني للمجهول. التصريف تالت يا شباب اللي هي احطيها في الاخر لان ده فعلا منتظم. يبقى هنا واز وبعدها يعني بنيا. السؤال اللي بعده بيقولي هنا او صممها يعني. السؤال اللي بعده بيقولي نقط. واجاب لي كامل الجملة عندي هلاقي عندي في القارن التسعتاشر. طيب ده خلص ولا لأ? ده خلص وانتهي. يبقى ده ماضي. طيب لو ماضي ماستخدمش اس. لكن هستخدم يا شباب. برافو عليك واز والتصريف التالت. يبقى كل علينا ناشل اس. وحط مكانها واز. اللي هي معناها بونية ورده. بعد كده بقولي. خلي بالك بقى نيم جاه في اخرها اي دي. يبقى ده فعلا ماضي. لكن ده تصريف التالت. تصريف التالت يبقى جملة مبني للمجهول. يبقى was. السؤال اللي بعده بيقولينا who was? زى تاج محل. خلي بارك برضه was منفعش يجي وراها الفعل في المصدر ابدا. لكن هي يجي وراها الفعل فيه التصريف التالت. لأن ده مبني للمجهول. تصريف التالت اللي هو built. يبقى هنا اقول له who was? يعني من بنا. يبقى built. السؤال اللي بعده. يبقى هنا مبني المجول في المواضي البسيط طيب على طول هنا شباب الأساس ده يعيزوا يقولك اشتري يبقى هنا استخدم was والفعل فيه التصريف التالت يبقى لك كلمة مفرد وال was both اللي هو التصريف التالت من buy سواء اللي بعد يقول لي the internet ويقول لك عايزوا لك اخترعها مش هو اللي يخترعها شباب الانترنت اخترعها طيب الانترنت يبقى was والفعل في التصريف التالت زي ما هو برضو منضف له اي دي في الاخر لانه فعل منتظم فالك was invented اخترعها مبد المجهول في زمن الماضي البسيط سؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا I not جبلك المتباست the exam last year خلي بالك I الفعل موجود عندي يبقى دي جملة معلوم مش مبد المجهول كل علي ان انا حاول جملة الماضي عادي لان عندي last year الفعل في الماضي اللي هو تصريف التاني اللي هي past يبقى I passed اللي بعده وليه the great permit طبعا ده الهرم الاكبر عايز يقول لك طبعا تبني يا بواسطة الملك خوفه ده مبني للمجهول الهرم ده شباب مش هو هيقلب نفسه لا هو هيقلب نفسه لا هو هيقلب نفسه يبقى اقول له was لان الهرم ده مفرد وقال له التصريف التالت من build اللي هو build يبقى was build بعد كده بقول لي did anyone وجيب لي كمي seen لا دي طبعا سهل خالص did be go around فعل في اين في المصدر دي سوابة ما بتتغيرش يبقى did المصدر اللي هو see يبقى did anyone see يعروا يعني السؤال اللي بعده بقول لي most of old buildings اللي بقى لك الفعل عندي جمع وجيب يكيمة destroy in the last world برضو فيه الموضي يا شباب في الموضي يبقى حيث هنا مبني المجهول في الموضي البسيط مبني المجهول في الموضي يبقى على الفعل الفعل عندي جمع يبقى استخدم where where طيب destroy اجيب منها التصريف التالت اللي هي باضافة ed في الاخر كل عليا ان انا هضيف للفعل ed عشان احقق المبني المجهول في الموضي البسيط لقيت الفعل جمع استخدمت where واضف للفعل في الاخر يا شباب ed اللي هي destroy السؤال اللي بعد كده بيقول لي some paintings خلي بالك الفعل جمع بعض اللوحات عايز يقول لك sorry cut من المتحف last night ليلة الفاتح دي موضي وبس ببني المجهول في الموضي البسيط يبقى استخدم where للفعل جمع وهي يجب لتصريف التالت اللي هو stall in يعني sorry cut السؤال اللي بعده بيقول لنا نقط your teacher teach teach guy في المصدر اولا your teacher ما تنفعش معه where لان where جمع و teach guy في المصدر فما تنفعش اصلا where كان عايز تصريف التالت يبقى كل علينا هنستخدم ايها شباب في الماضي that اسأل ب that هل المدرس بتاعك علمك السؤال اللي بعده بيقول لي the class الفاصل was نقط طبعا انتفقنا ان was في البسيط في الموضي المجهول بيجوارها الفعل في التصريف التالت clean دفعنا منتظم يبقى اضطلو ed في الآخر السؤال اللي بعده بيقول لي هنا the bridge behind the school نقط بيقول لي طبعا تاريخ في الماضي طالما تاريخ في الماضي يا شباب يبقى هنا the passive او مبني المجهول في الماضي البسيط مبني المجهول في الماضي البسيط يبقى was built خلي بالك built اللي هي اخرها t عشان يبقى طبعا تصريف التالت يعني was built السؤال اللي بعده something نقط وجاب لي كلمة walking me up in the middle of the night خلي بالك بقى بقول لك شخص ما ايقظني يبقى هنا عايز ماضي بس ماضي اللي هو كلمة walk الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بيكون عندي exercise على الدرس الثالث والرابع بيبدأ معايا بسؤال تكملة القطعة زي ما اتفعلنا الشباب قطعة صغيرة كده ببدأ اكملها من خلال الكلمات اللي موجودة عنده دي هنا القطعة بتاعتنا black beauty is a not by an as well خلي بالك black beauty اللي هو الحصان الاسود او الجمال الاسود دي كانت قصة موجودة في المنهج الادئ دلوقتي ما بقتش موجودة عندنا في المنهج الجديد طيب black beauty is a story يعني هي قصة كتبت بواسطة الكاتبة انا اسود كانت قصة سهلة الناس اللي بيسألوني في التعليقات في قصة السنة دي لا مفيش قصة عندك قطع صغيرة كده موجودة في كل وحدة بتقراها كويس جدا القصة دي بتخبرني عن حصان في القرن التسعتاشر طبعا كان حصان جميل عايز اقول لك الحصان دا تم بيعه لملاك كثير مبني للمجهولة شباب عايز اقول لك هنا والفعل في التصرف الثالث اللي هو sold هاللي بالك يبيع سال التصرف الثالث منها sold عايز was sold طبعا كان فيه بردو حصانة في القصة دي اسمها جينجر هو وجدها تبدو وحزينة طبعا هي كانت سيئة وحزينة كلمة سيئة أو فضيع اللي هي كلمة طبعا دا كان سبب يا شباب لانها كانت بتعمل وتعمل ولملاك بتوحها عايز اقول لك عاملوها معاملة سيئة طبعا عاملة او يعامل اللي هي كلمة يبقى كانوا بيعاملوها طبعا معاملة سيئة نبدأ مع بعض نراجع كده اول حاجة عندي هي كلمة يعني قصة بعد كده sold was sold بعد كده واختيار رابع عندي يا شباب اللي هو سؤال بعد كده اكمل مع بعض سؤال القطعة بيكون عندي قطعة صغيرة كده او ايميل بيجيب لي قطعة ايميل بقراها كويس جدا من خلال قرأة دي ببدأ احل ست اسئلة ثلاثة اختياري وتلاثة مقالين هنا اسيبك توقف الفيديو دي ايه وتقرى القطعة براحتك لو في حاجة وفت معاك تبها لي في التعليقات سؤال الاول عندي بيقول لي this passage is about a القطعة دي بتتكلم عن ايه طبعا يا شباب القطعة دي بتتكلم عن ايجيبت واندرفول بلايسز يعني اماكن رائعة موجودة في مصر بعد كده بيقول لي the wizard is not in Aswan التقس بيكون ايه في اسوان من خلال القطعة انت متحلش من دماغك بترجع للقطع تاني هتلاقي ان التقس موجود النوال صاني يعني مشمس السؤال اللي بعده وليه in luxor في لقصر روبرت اللي هو موجود في القطعة can visit the world يقدر يزور ايه في الاسور طبعا الاسور يا شباب ما مزورش فيها الاهرامات دي موجودة في الجيزة والبيتشيز الشواطئ لا طبعا من خلال القطعة برضو هتلاقيها اللي هو المعابد صحة اللي بعد كده نكمل مع بعض سؤال القطعة السؤال الاول عندي هنا بيقول يعني ايه اللي اللي هو في القطعة يقدر يعمله فيه الخارجة خلي بالك السؤال ده بنحله من خلال القطعة يعني هترجع تاني للقطعة انه كمان يقدر يعمل go to the bazar انه هو يزور البزار طيب احنا هنا عاملين اجابات مختصرة جدا لانه زي ما تشاهف المسافة مش مكفية والمكان مش مكفي فانا اسيبك بقى اطار القطعة على مهلك وتكمل اجابة براحتك تمام هو فيه اربع حاجات يقدر يعملهم او خمس حاجات احنا كتبنا ثلاثة بس خلي بالك بقى السونير دي اللي هي الهدايا التسكرية ايه هو افضل مكان تقدر اشتري منه هدايا تسكرية من القطعة اللي هو البزار من فاهمك القطعة ده بزار اللي هو يا شباب البزار بعد كده السؤال التالت يبقى الاجابة بزار دي هي اللي بعد كده السؤال الاخير بيقول do you think that robert will enjoy his visit to ايجيبت بيسألك انت بقى انت تعتقد ان هو يعني استمتع بزيارته لمصر why why not why دي برد عليها ps or no براحتك بس المهم تكتب السبب وانا ياس يا شباب ايه السبب because it has wonderful places ان مصر دي or because ايجيبت has wonderful places فيها اماكن كتير رائعة and nice weather وكمان فيها تقس ايا شباب معتدل وتقس دافئ يبقى دي اجابة السؤال التالت يبقى التالت السؤال بتوع القطعة دول السؤال مهمين بحلهم من خلال القطعة بعد كده عندي سؤال اختياري السؤال الاول هنا بقول لي a lot of fossils يعني حفريات العديد من الحفريات from the past تصرف التالت من keep يبقى هنا حفظت جيدا زى synonym of surprised كلمة synonym اللي هي معنى امراض طبعا معنى كلمة surprised اللي هي amazed السؤال اللي بعده بيقول هنا warm is to not as large is to tiny خلي بالك برضو هنا شباب عايز يقول لك warm is to cool السؤال اللي بعده بيقول هنا we add زى الصفكس نقط خلي بالك الصفكس اللي هي الحاجة اللي بحطها في نهاية الكلمة بيقول لك الصفكس not to change the verb differ into an adjective خلي بالك different عندي مختلف اللي هي different يبقى ضفلها in t في الاخر يبقى different السؤال اللي بعده بيقول هنا the antonym اللي هي معناها مضاد أو عكس of ancient ancient اللي هي معناها قديم عكسها طبعا modern يعني اي modern يعني حديث يبقى عكس كلمة ancient هي كلمة modern اللي هي معناها حديث اللي بعده كده بيقول هنا and what means how long something is خلي بالك طالما قال لك how long اللي هي كم الطول correct هل يبقى لك سؤال correct سؤال مهم جدا بيجيب لي هنا خمس نوات يا شباب بيكون عليهم خمس درجات كل عليها هشيل كلمة الغلط دي واكتب مكانها الكلمة الصحة هنا بقول لي football اللي هي كرة القدم وبقول لي نوات as سألنا عنها يعني بقول لي as the most popular sport طبعا هي اشهر رياضة حتى الان يبقى هي رياضة مشهورة جدا يبقى هنا هتكلم عن المبني المجول في المضارع لان هنا شباب الرياضة دي ما زالت مشوع هنا اقول له is وتصريف التالت زي ما هو موجود لا هزود له n في الاخر is known السؤال بعده the oldest house in the usa لها الولايات المتحدة الامريكية وبقول لي build لا انا عايز تصريف التالت منها في الماضي لاني جاب لي سنة فايتتها شباب يبقى هنا اقول was وقال له تصريف التالت من build اللي هو build ده ما بن المجول في الماضي السؤال البعده بقول لي pizza is making طبعا البيتزا هتتعمل مش هتعمل نفسها هنا هجيب تصريف التالت من make لانه جاب لي is يبقى له تصريف التالت من make اللي هي made يبقى دي سهلة لما يجيب لي is was aware او are بس يجيب تصريف التالت في المبد المجول اللي بعده خلي بالك ده جمع are hurt تمام in the fires last night خلي بالك بقى زمن الجملة ماضي من فعش are طيب هنا شباب برضو بتكلم عن ان الشبابيك دي او شباكين كسروا يبقى عندي جمع برضو هقول where والتصريف التالت هو جايبهولي اصلا اللي هو broken هكتبه تاني زي ما هو يبقى broken بعد كده شباب يكون عندي سؤال paragraph خلي بالك سؤال paragraph ده موجود في اخر الكتاب